الاميات اللي عند مدرسة عمر مكرم اللي في اسكندرية اللي لما راحت وما لقيتش العيال والعيال راحوا فين واختفوا ولا با وطلع انه في سوق كل دا ما اقدروا بس كمان الام رايحة واخدة معاها انا ما صعبش علي الام في الفيديو ده انا ما صعبش علي الام انا صعب علي عيالها الصغيرين اللي هي جايباهم معاها وفي حالة فزع غير طبيعي الاميات اللي عندهم العادة بتاعت ان انا ودي العي الاول يوم واستنى على الرصيف والبهدلة اللي بتحصل وكل الاشياء دي ليه يا جماعة ليه يا سادة ما الامور تبقى اهدى من كده شوية ايه ايه الوفد اللي رايح يودي الولد ده ده فيه ناس في اعدادي وفيه ناس في سنوي امياتهم راحة معاهم ليه يا جماعة ايه المعنى يعني فاهم انا طفل مثلا جايز اول مرة بيخش الروضة اول مرة بيخش قول ابتدائي فاهم ماشي خايف هايب امه رايحة معاه رايحة تستلمه انما ايه كل اولا الامور دي ايه التكدس اللي قدام المدارس ده صباحا ومساءا الثقافة دي لازم تتغير كتير وبعدين احنا لما شفنا الفيديو الفيديو بتاع الام وانا مقدر جدا لانه شايف امه على الارض وبتعيط فالطفلة اللي عندها سنة ونص او سنتين او تلاتة في حالة هستيريا خايفة على ما فحصل انهيار في المدرسة وفي الام وفي البشرية وفي الحالة وفي السوشيال ميديا لازم نبتدي نغير شوية في عادتنا حضرتك روحتي في مشكلة في المدرسة في مدير مدرسة في امن للمدرسة في وزارة تربية وتعليم ايه الحكاية وايه الموضوع لو تشوفوا عينين الاطفال يعني الام مش رايحة وطبعا عيالها الاتنين الصغيرين اللي موجودين معاه في حالة كرب كل ده طبعا طبعا في واحدة يقول لي والكلام ده لو في انجلترا انجلترا ما بيخلفوش كل الناس ديت انجلترا مستوى الاقتصادي مش زي المستوى الاقتصادي ده انجلترا يعني دولة صناعية ما ما دخلتش الحروب اللي احنا دخلناها انجلترا ما كانش عندها في عشر سنين صورتين و وناس كسارت البلد وناس يعني انجلترا ما عندهاش كل الكلام ده انجلترا دولة ماشية زي الار قطر ما تقارنش بانجلترا وما تقارنش بدول كتيرة حوالينا في المنطقة ظروفة افضل كتير مش مش مية واثنين ومية وثلاثة مليون فطبعا اليوم الاول صعب اليوم الاول كان فيه تحديات اليوم الاول ممكن يبقى فيه اخطاء لكن بص للصورة الكبيرة لا الحجم اللي تحرك النهاردة فيه وزارة التربية والتعليم فيه وزارة صحة فيه وزارة دخلية فيه غرفة عمليات فيه مجلس وزارة فيه اطفال فيه كل حاجة فالحكاية ايه ان احنا نروح نشوف طيب حضرتك يا مدير المدرسة خرجت العيال قبل المعاد ليه ليه المعاد مكانش مظبوط ليه بس فيه كمان مديرين مدارس كثيرة بعشرات الالاف خرجوا العيال في المعاد صح وكل صح ارجوكم لما تكون الدنيا زحمة نشيل بعض لما تكون الدنيا ظروفها تقيلة نشيل بعض نستحمل بعض التكاتف بين الامهات هو الماميز دول جروبات فيرتشول بس انت لو ام موجودة فيه مشكلة في المدرسة اتفضلي ادخلي اسألي ناشي شوفي زملتك الام التانية ايه مشكلتها ايه الحكاية ايه الموضوع نناقش ونخلص لانه زي بقولكو الحجم مش قليل ولما تتكلم على فصول فيها اربعين او خمسين او ستين لازم تفهم المشهد كان عامل ازاي الناس وهي بتجري على السلم عشان كل واحد يحجز دكة لابنه حمش بتكلم على عشرة في الفصل السلوكيات برضو صعبة والتدافع السلم كل دليل ما يتعامل يا جماعة نظام يتعامل بالحروف الابجادية يتعامل بالتفوق يعني مثلا اللي طلع الاول السنة اللي فاتت هو يقعد اول التختة اللي طلع التاني السنة اللي هو تاني التختة تالت التختة يخش كل طفل يلاقي اسمه مكتوب على التختة بتاعته خلاص خلصنا انتقينا خلاص خلصنا انتقينا انا دخلت الفصل انا اسمي فين اسمي هو انا عدت هنا المدرسة قررت انك هتقعد هنا بطولك بقى بتحصيلك الدراسي بكل شيء لكن الحكاية في النهاية لازم برضو نبص على فكرة غير المدارس دي تعالوا بصوا على اخواننا في المدارس الازم فيها انضباط وفيها هدوء اكتر وفيها يمكن جايز علشان المدارس دي لها طريقة تعليم معينة فارجو انه يعني بكرة وبعده تبدأ هذه الهستيريا في الهدوء نفهم انه المسألة ليست سالة نفهم انه اه عندنا لسه تحديات في التعليم عندنا لسه مشاكل عندنا عدد من المدارسين مش اه مدارس ارقام مزهلة طبعا في ناس النهاردة قاعدوا يقولوا اه طيب ما احنا بنصرف مش عارف ايه كام ما تعالى فهي طبعا من انت بتصرف ده عشان منه تستثمر وتجيب فلوس وتاخد الفلوس دي وتحطها في ده فتكبر وتبني مدارس وتعمل كتب جديدة وتعمل الطوير للتعليم هو الاخر كل الحاجات دي اشتركوا في القناة